من أهم الملفات اللي حصل فيها شغل كتير جداً في السنين اللي فاتت هو ملف الإسكان والتطوير العمراني الجديد فيه اهتمام كبير بمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة واللي بيأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ولأطلاقها طبعاً سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المصريين من خلال توفير مستوى معيشة لائق لكل المواطنين خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ إهاب حانا فيه منسق صندوق التنمية الحضرية المنورة صباح الخير عليك أستاذ إهاب صباح الخير يا أهلا مع حضرتك أهلا مع حضرتك عايزين نتعرف في البداية كده على مشروع دارة طيب خليني أنا قبل ما أخش على مشروع دارة على طول لازم أوضح يعني الفكرة جات إزاي من موضوع دارة وفي الحية احنا طبعاً كنا الأول صندوق تطوير المناطق العشوائية اتغير اسم الصندوق بمهام جديدة وأوسع احنا يمكن كنا مكلفين في الفترة الأولينية اللي هو تطوير المناطق العشوائية سواء غير آمن أو غير مخطط أو أسواء عشوائية في الحية لما بعد ما نجحنا الصندوق لما نجحنا فيه القضاء على المناطق الغير آمنة والحمد لله يعني نحن على نهاية السنة دي حيكون كل مناطق الغير آمنة تم تطويرها كنا في الحية فيه فكرنا يعني المهانس خالي صدير رئيس مجلس إدارة الصندوق يمكننا عدنا من 2017 نفكر ما بعد القضاء على المناطق العشوائية من هنا ابتدنا فكرنا في التنمية العمرانية أو التطوير العمراني ودخلنا على موضوع أننا بقينا صندوق التنمية الحضرية وجدت مبادرة الرئاسية التي هي تطوير العمراني لعواصف المحافظات والمدن الكبرى وفي الحالة الصندوق كلف بها مع مبادرات أخرى يمكن لما تغير اسم الصندوق والمهمة بقت أكبر كلفنا بأكثر من ملف لها زي التطوير القائرة التاريخية والعواصف مشروع دارة كانت فكرته أن هناك أراضي غير مستغلة داخل عواصف المحافظات وهنا طبعا شغالين داخل عواصف المحافظات والمدن الكبرى لأن هناك جهات تانية في الدولة شغالة زي الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية شغالين في المجتمعات العمرانية الجديدة نحن يمكن مشروع دارة وبيحل كذا مشكلة برضو في بعض المناطق العشوائية التي بنينا لها مناطق جديدة أو مجتمعات عمرانية جديدة وتنقلوا لمناطق أخرى بدنا أن نعمل خلخالة داخل المدن والعواصم في بعض الأراضي الغير مستغلة أو مستغلة استغلال ما يتوافق مع قلب المدن والعواصم زي مثلا لو مصانع لو مخازن مثلا أو مصانع غير مناسب لطبيعة المنطقة اللي هو موجود فيه بالضبط فبالتالي بدنا عملنا لها حصل لما خدنا التكليف من القيادة السياسية بدنا عملنا حصل لكل الأراضي اللي موجودة الغير مستغلة اللي موجودة على مستوى الجمهورية عمل لهم تصنيف نحن يمكن دائما نشغالين بأسلوب أن نعمل خريطة قومية لكل ملف يعني نحن الغير آمن عاملينه خريطة قومية الغير مخطط الأسواق برضو نفس الموضوع لنحن الخريطة قومية نحن بنحدد حدود كل منطقة أو كل قطعة أرض بنحدد المرافق متوفرة لها أنا معلش أن أبتديت من البداية عشان أوضح الفكرة من هنا أبتدينا في الحقيقة اشتغلنا على الملف يمكن بأننا حوالي سنتين دلوقتي شغالين في الملف ده الزراع التنفيذي اللي هي الهندسية للقوات المسلحة نحن شغالين المرحلة العجلة هو طبعا المشروع بالكامل 500 ألف وحدة سكنية ويمكن دي اللي أعلن عليها الفخامة الرئيس المرحلة العجلة أو المرحلة الأولى نحن شغالين في 13 محافظة 34 مشروع حوالي 108 ألف وحدة يمكن فيه الطرح اللي احنا شغالين فيه الحالي دي المرحلة العجلة احنا شغالين في تسع محافظات وده الطرح يمكن للطرح من يوم الحد اللي فات المشروع طبعا يعني احنا بقول ان هو فكرته برضو ان انا داخل العواصم والمدن بيبقى زي كومباوند وده يمكن مش متواجد في اي حتة تانية ان انا يعني يبقى كومباوند داخل العاصمة فدي طبعا حاجة مختلفة شوية المشروع كامل يعني متشطب بالكامل بيتسلم متشطب احنا يمكن ابتدينا الطرح لما ويمكن دي برضو كانت الفكرة اللي احنا شغالين عليها ان انا بطرح بعد ما المشروع تنفس بالفعل يعني احنا وصلنا الوقت للمراحل تنفيذ تعدت الـ 80% فبالتالي اللي بيحجز او الباب الحاجز اللي فتح احنا يمكن المرحلة العجلة دي عملينها حوالي 1280 وحدة اللي بيروح يحجز بيعرف وحدته فين الفيو بتاعها عامل ازاي هو اللي فاضل بس تنصيق موقع عام او توصيل مرافق طيب مسألة انه يكون فيه توفير لكافة متطلبات المستوى الاجتماعي الخاص بكل واحد داخل المشروع زي ده بيحصل ازاي الدولة بتافي باختلاف الطبقات واختلاف المستويات الاجتماعية داخل هذه المشاريع خليني برضو يمكن احنا لما اشتغلنا على المناطق العشوائية كان يمكن كلام كتير بيتقلنا طب انتم يعني المناطق العشوائية اهتمتوا بيها وانشأنا ليهم مجتمعات عمرانية متكاملة طب الناس اللي هم يعني المتوسطين او يعني الفئات الاخرى طب ليه مش مهتمين بيهم من هنا ابتدينا بقى يعني فعلا المشروع ده طبعا يعني هو فئات زي ما حيك بتقودي مختلفة فيه مثلا يعتبر قريب من الاسكان الاجتماعي فيه حاجة استثماري لان برضو انا لازم ازاي الصندوق دولة احنا بقينا هي اقتصادية زي اصرف على نفسي وفي نفس الوقت علي برضو مهمة احنا مكملين فيها اللي هو تطوير المناطق العشوائية الغير مخطط ده اللي هو اللي بينتهي والاسواق العشوائية اللي بتنتهي 20-30 فاحنا لازم المشروع يكون برضو بيتخله داخل علشان اقدر ازاي ان انا اصرف على بقية يعني اللي هي المناطق الغير امنة او الغير مخططة قاسف انما هو طبعا المشروع بيلبي كل الرغبات اعتقد ان الاسعار احنا بيجي انتقاداته طبعا بسدال الامر يعني في الحقيقة دايما يمكن على الصفحة بتاعتنا دايما فيه يعني بتلاقي حد دايما بيمشي بانتقادات ورغم ان هي مش حقيقة يعني احنا المشروع زي ما احنا قلنا في زناب انا اكتر يعني تقريبا زي ما قلنا 80 في المية فبالعكس هو اسعاره هتكون مختلفة عن اسعار الايام دي بضمان دولة بمشروعات متكاملة بمعنى اي فاند مختلفة عشان برضو هنتعامل بالتكلفة اللي كنا ساعة ما بتدينا الشغل انتعرف حقيقة التعويم والكلام دا فاند اكيد السعر هيكون اقل بكتير اكيد السعر برضو على كل انها بقال كتير من بره اه بالضبط فالسعر هيبقى مختلف جدا عن بره مع الوضع في الاعتبار طبعا جودة التنفيذ انتعرف حقيقة اللي هي الاندسية في التنفيذ يعني برعوا الاشتراطات كويس جدا وطبيعة بقى التعامل في داخل المحافظات وفي المناطق دي والنسبة البنقية اللي احنا بنبنيها يعني احنا ما نتعداش 30% من مساحة الارض والباقي كله مناطق خدمات ومسطحات خضرة وجرشات يعني التلام دا كله مرايينه مش عمارات مترصة جنب بعد فدي طبعا بتفرق كثيرا طيب استاذ ايهاب ايه الشروط المطلوبة مني انا كمواطن ان اتتوفر فيها علشان اقدر استلم وحدة في هذه المشاريع او في حي احنا بالنسبة ان كسندوق مش حطين اي اشتراطات حتى اللي عايز ياخد اكتر من وحدة سكانية بيقدر يعني الاولاد القصر او كده ما فيش اي اشتراطات خالص هي مفتوحة لكل يعني اهلين في مصر طيب هل بيكون فيه مثلا شرط ان انا لازم اكون من سكان المحافظة لا لا خالص حتى ده برضو مش موجود هي هو يمكن والفرق شوية ان احنا او ما فيش اي اشتراطات وعملين تسهيلات كمان انت خلي بقى حيك انه فكرة ان وحدة سكانية متشطبة ده بيسهله برضو ان هو يخش التمويل العقاري في نفس الوقت احنا عملين تسهيلات عندنا من ثلاثة لسبع سنين برضو ده تسهيلات في الدفع طيب التطوير اللي حصل بالفاعل في المدن القائمة في المحافظات ازاي صندوق قدر يعمل ده مسألة التطوير والترمية لمدن قائمة بالفعل زي ما قلت حيك احنا اول ما ابتدينا ان احنا حصرنا الاراضي اللي هي يعني الاراضي احنا بنقول ايه مناطق الفرص والتحديات يعني احنا عندنا تحديات كبيرة جدا ازاي ان انا شوف مناطق الفرص وحل دي مع دي هي طبعا معادلة كانت صعبة وعشان كده يمكن اعادنا فترة كبيرة احنا عملنا تصنيف جديد للعمران في مصر اللي هو حددنا فيه الاماكن التحديات واماكن الفرص ان انا زي انا عندي المناطق التحديات اللي هي زي المناطق الغير امنة والمناطق العشوائية والغير مخططة مناطق الفرص اللي هي قطع الاراضي المميزة مثلا الموجودة او القطع اللي انا بعيد احياء تاني يعني فيه مناطق كانت محدش ممكن يتخيل ان هي ممكن تبقى مجتمع عمراني مثل بسيط زي انا حدي مثل بمنطقة يعني بديل العشوائيات اللي هي منطقة الاصمرات بمرحلة التلاتة منطقة الاصمرات دي الناس اللي شايفها بالجمال دلوقتي دي كانت منطقة جبلية وصخرية وكان كلها كبلات ضغط عالي وموسير غاز فهو الفكر قامل انا بشوف مناطق التحديات والفرص وابتدي اتعامل معي هل القطع الارض بتبقى ملكية كلها لدولة اه احنا البداية يعني زي مقلت حيك احنا حصرنا كل الاراضي وابتدينا بعد كده اما انا حصر انا فريق عمل بينزل بيعمل حصر ممكن الحصر يكون جاي ملكيات مختلفة بتاعنا لان هما الانزل بالزبط فبنقعد بعد كده وانتعرف حيك يعني مجلس ادارة الصندوق او يعني في مجلس امناء برئاسة دولة رئيس الوزراء ومعنا عشر وزارات اخرى فالموضو ده لما اتعمل طبعا بيتطرح يعني كل الوزارات الموجودة فيه طبعا اراضي ملكية يعني مثلا زي قطاع الاعمال بيخشوا معنا كشراكة في بعض الاراضي اللي بيتنقل ملكيتها للصندوق بقرار جمهوري وبنبتد نشتغل وطبعا بيحصل فيه لو يعني لما بيخشوا معنا كشريك او بيحصل تعويضات بس في الاخر ان انا ازاي ان انا اعيد احياء الارض دي وما تبضلش يعني دي مزيتها كمان يا سيد زهاب ان احنا في المحافظات المنهاج ظهير صحراوي انت ازاي هتتعامل كان البديل انك ممكن تبني على الارض الزراعي فلا هنا الدولة بتحاول توفر قطعة ارض مناسبة كان عليها مشروع ما كان عليها ملك وزارة وبتلاب الاحتياجات هو في هيئ ما انا بقولها هيك نجاح هو نجاح الدولة بشكل عام ان كل المؤسسات شغالة مع دي امكان انا بتايتمع هيكل تلك فيه جزء شغالة فيه وزارة الاسكان فيه التنمية المحلية شغالة مثلا في تطوير القرى احنا بالنسبة لنا واخدين الجزء اللي هو بتاع قلب المدن والعواصم فده كله طبعا بيسمع مع بعض يعني الاسكان موفر وحدات سكنية كتير جدا بمستويات مختلفة اللي حابب يروح المجتمعات العمرانية الجديدة فيه ناس حابة ان هي تقيم داخل المدينة اللي هو فيها او المحافظة فده برضو يعني يعني بنلاقي ان فيه اختلافات كتيرة واحتياجات الناس كلها بيقدروا يتواصل بها طيب عودة السكان لمنطقة مسلث مسبيرو بعد التطوير اللي حصل الموضوع ده وصل لحد فيه احنا خلاص هو يمكن ان شاء الله القرى هتبقى يوم 27 وحتى تعمل في استاد المقاولين العرب خلاص يعني هو طبعا دي القرى اللي هو يعني بيحدده الأدوار والوحدات تخصيص بس اللي هو التخصيص بالظبط فده ان شاء الله يوم 27 ويعني اعتقد ان المحافظة نزلت خلاص الاعلان وان شاء الله 27 هيكون اتحلت الموضوع ده بالكامل ان شاء الله طيب مشروع ده راح تقولت ان هو موجود في كامل محافظة حتى الآن المرحلة العجلة او الطرح اللي احنا طرحناه لتسع محافظات نويين نتوسع احنا شغالين في 27 محافظة شغالين بالفعل اربع محافظات اللي هي مرسى مطروح الوادي الجديد البحر الاحمر في الوقت الحالي شمال سيناء في الوقت الحالي ما لهمش احتياجات قوي يعني بندرس الوضع كده ما فيش احتياج ما فيش احتياج قل لشوء السكنية بس في بعض المحافظات وده برضو خلال نتكلم ان في بعض المحافظات ممكن يكون فيها اكتر من مدينة فيها مشروع اه بالضبط اه احنا عندنا شغالين على حسب احتياج زي ما قلت حيك المرحلة العجلة 13 محافظة انا ب34 مشروع فهو يعني ممكن محافظة يبقى فيه اكتر مشروع بالضبط حسب اللي احتياجات مفهوم نشكر حضرتك شكرا جزيلا لأستاذ ذهاب حنافي منصق صندوق التنمية الحضرية شكرا جزيلا على وجودك معنا